خجة في نفس السياق فقط أطرح عليك سؤال ثم يعني ممكن نضيف تعقيب على كلام دكتور ناجي وبعدين جومي لزؤري إلى أي حد دكتور محمد خجة ساهم اختيار السلطة الفلسطينية للمفاوضات السلمية كخيار استراتيجي ووحيد في مواجهة إسرائيل وتنصلها من الكفاح المسلح أقول إلى أي حد ساهم في تراجع القضية الفلسطينية بشكل عام وانحصارها ربما في الجانب الإعلامي فقط يعني بقات الآن القضية الفلسطينية موجودة في الجانب الإعلامي فقط سيد ساعد طرحت السؤال يعني المهم جدا في هذه المناقشة وهو أنه خيار المفاوضات كان خيارا خاطئا منذ اللحظة الأولى لأن مسار أسلو جاء نتيجة الحصار الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه بفضل المفاجأة التي أحدثها الشعب الفلسطيني بالانتفاض سنة 1987 سنة 1987 فاجأ الشعب الفلسطيني يعني كل العالم وفاجأ إسرائيل بشكل جديد من المواجهة إسرائيل الشكل لا يقوم على السيطرة على طائرات أو احتجاز وإنما في مواجهة الجنود الإسرائيليين بالحجارة هذا العملية وأنا أقرأ لك من كتابات إسرائيلية كتابات إسرائيلية تقول بأنه فعلا هذه الانتفاضة يعني ضربت مصداقية الجيش الإسرائيلي ضربت يعني الجيش الإسرائيلي الذي لا يقرر أمام أطفال وأقول لك من كتابات قادة إسرائيليين قالوا بأنه أحسوا بهزيمة أخلاقية أنهم يواجهون أطفال فلسطينيين فالعقل الإسرائيلي العقل الصهوني كما أشر الدكتور يعني فوجد بأن الحل يكمن في استغلال وتوظيف السلطة الفلسطينية الفسائل الفلسطينية كتابات الفسائل الفلسطينية وإدخالها من الداخل لتحجيم هذا العمل الثوري حتى الدراسات الاستشرافية الدكتور التي يقوم بها بين الفينة والأخرى يعني ربما السياسيين إسرائيليين يذكرون مثلا الخطر القادم من غزة ومن حماس ولا يتكلمون عن الخطر الذي تشكله فلسطين ككتلة واحدة هي توظيف طرف ذو الطرف الفلسطينيين عندما جاءوا وقبلوا بالخيار بالخيار السلب وتركت يعني الوضع القدس النهائي ووضع الحدود والمستوطنات لاجئين واللاجئين تركت هذه ما بعد ومن هناك كان الخطأ يعني الطريقة التي سغى بها التي سعى بها العقل الإسرائيلي في تعلم الفوضات كانت عبارة عن فخ يتم على مراحل خنق الفلسطينيين فيما بعد وقعت القيادة الفلسطينية ما الذي استفاده الفلسطينيون من ما صار أسلو استفادوا فقط من وجود سلطة فلسطينية وهي مفككة وفي تعاون أمني مع الأمن الإسرائيلي لفائدة الأمن الإسرائيلي وأدت في نهاية الأمر إلى حصول إلى استقطاب جزء من السلطة العربية وقع تحت تأثير المال العربي وتحت تأثير النفوذ العربي وجزء منها حاول تمرد وهنا طرحت غزة على أساس أنه فيها حماس وجهت لا تهمة أنه الإسلاميين مرتبتين بإيران وبدأ الحصار يعني يضرب منذ بداية سنة 2006 يضرب عندما فازوا في الانتخابات إذن أظهر لنا التاريخ تاريخ المقاومة الفلسطينية أنه كلما كانت الفصائل الفلسطينية كلما كانت القيادة الفلسطينية موحدة حول هدف المواجهة المواجهة إسرائيل بأشكال كثيرة مختلفة ومتعددة المواجهة كلما كانت إسرائيل ضعيفة أمام الرأي العام العالمي وحتى في طرق مواجهة هذا المقاومة الفلسطينية وأظهرت لنا أن كلما كان هناك مفاوضات وكلما كان هناك جلوس مع الإسرائيليين كلما أدى إلى ضرب مصداقية هذه السلطة الفلسطينية عربيا وعالميا وحتى فلسطينيا والآن الحل يعني الأمثل يتمثل في أنه العودة أولا توحيد الجبهة الداخلية أن هناك الآن يعني كل يعني صفقة القرن هذه ما يطلق عليها بصفقة القرن أهم شيء إيجابي قدمته الفلسطينيين رغم أن كلها يعني كلها كوارث أنها فتحت أعين السلطة الفلسطينية لإيجاد سلطة فلسطينية اللي قادرة على أنها تقود حتى التقارب اللي كان موجود في البداية دكتور ما بين حماس وفتح مثلا بالفعل الآن تقريبا بدأ يتلاشر بالفعل لأنه دخلوا في منطق السلطة ومنطق تقاسم النفوذ ومنطق من يسيطر على من وأن هناك يعني تجذبات عربية دخلت دخل المال العربي الخليجي على الخط وأثر بشكل واضح